طبعاً سبورتين براجا سبورتين براجا هو نادي أحمد حسن كوكا اللي بيلعب لي في البرتغال كان عنده إصابة أو كان عنده إجهاد من مبارتين كان عنده إجهاد فيها العضلة الضمة وما شاركش في المباراة قبل الأخيرة لكن المباراة اللي فاتت شارك فيها أو كان موجود على مقاعد البودلاء والمباراة الأخيرة خلال الأسبوع ده شارك وفريقه خسر في دوري البرتغالي لسا مكملين مع حضراتكم وبنتكلم على اللعيبة المصرية المحترفة فيها الخارج وبنتكلم على عمرو ورده عمرو ورده لعب 90 دقيقة مع فريقه لكن التعادل الإيجابي انتهى واحد واحد عمرو ورده أكيد واحد من النجوم المصريين اللي في الخارج اللي بشرفه مصر واللي متقلقين فيها الدوري اليوناني يعني عندنا أيضاً الجباس عندنا كريم حافز عندنا اللعيبة المحترفة فيها الدوريات الخالجية لكن هنتكلم يعني أنا شايف أنه واحد من اللعبين اللي عملوا طفرة كبيرة جداً في دوري الإماراتي لكن قبل ما نروح لدوري الإماراتي ونتكلم على حسين الشحات وأكيد أنه واحد من اللعيبة المكحين جداً جداً فيه دوري يعلوك على دودو الجباس أنه شارك أو غاب عن قائمة الفريق أنه طبعاً كان مووف كان واخد عدد من الإنزالات فبالتالي منعته على أنه يشارك مع فريقه اللي كسب اللي طبعاً خسر من ويسل لوب نتيجة تبيرة جداً لكن ليوس لسه موجود فيه الدوري البلجيكي في المركز التاني وقريب أنه هو إن شاء الله يصعد لدوري الممتاز كريم حافظ أيضاً غاب عن قائمة فريقه مع لونس الفرنسي اللي بيلعب فيه الدوري الدرجة التانية الفرنسي وتعادل مع فريق لوريان واحد واحد أما موقف فريقه فهو فيه المركز S16 ده بالنسبة للمحترفين في الدوريات الأوروبية نروح للعايبة المحترفة في الدوريات الخليجية متكلم على حسين الشحات المتقلق جداً مع فريق العين الإماراتي اللي بينجح في آخر مباراة أنه هو يجيب هدف أمام فريق الإمارات العين كان بيلعب فريق الإمارات ونجح حسين الشحات بعد مرور دقيقتين ونصف تقريباً أنه هو يحرز الهدف الأول لفريقه وزي ما احنا شايفين طبعاً لفتات الحسين الشحات يعني هي بين الشحات صانع المتعة والإبداع وغيرها من الكلام الإيجابي في حق حسين الشحات واحد من العيبة المتقلقة اللي كان قريب جداً من أنه ينتقل للناديا لها لكن الظروف وضعته في الدوري الإماراتي أكيد يفتط بيرة جداً للعب المتقلق حسين الشحات وأعتقد أن اللعب بحجم الزوبيربيا اللي كان موجود في السوديوهات التحليلية للدوري الإماراتي يتكلم وقال أن أنا بناشد مستر هكتور كوبر أنه يضم حسين الشحات لقائمة منتخب مصر فأعتقد أن حسين الشحات بعد تقلقه ده هدفه اللي جابه فيه فريق الإماراتي بعد طبعاً مرور ديئتين نجح وميجيب الهدف الأول وقلنا أنه أكيد بعد تقلقه وكمان إحرازه هترك في آخر مباراة لي مع فريق العين ده بيضع فرص أو بيعمله فرص كبيرة جداً مع منتخب مصر وأكيد حلم أي لاعب أنه هو يشارك مع منتخب بلده ومش بس كمان أي مشاركة لا دي مشاركة في كاس العالم ونغيبين عنها حوالي بقالنا دلوقتي 28 سنة عن منصات العالمية وطبعاً ميستر هكتور كوبر نجح مع الكتيبة المصرية المتواجدة مع محمد صلاح ومني وغيره وغيره أنه هو يصعد كاس العالم فأنتمنى إن شاء الله أنه مش بس حسين الشحات أن أي لاعب من المين لاعبين سواء محترفين في دوريات العالمية أو أوروبية أو في دوريات خليجية أو في الدولة المصر أنهما يكونوا متواجدين مع ميستر هكتور كوبر مؤمن زكريا مع فريق أهلي جدا بيتعادل صفر صفر مع اتحاد جدا خارق طبعاً مؤمن لعب 68 دقيقة وتم استبداله فريق أهلي جدا في المركز الثاني عصام الحضري وعماد متعب فريق التعاون السعودي خسروا من الفيصالي 1-0 كابتن عصام شارك في المباراة كاملة أما كابتن عماد متعب شارك في 77 دقيقة وخرج تعاون طبعاً موجود في المركز السادس أما حسين السيد وأحمد الشيخ في فريق الاتفاق السعودي كان مباراتهم أمام الفتح والاتفاق كسب 2-1 أحمد الشيخ شارك في المباراة كاملة وسجل هدف أما حسين السيد أيضاً شارك في المباراة كاملة وفي المركز 11-11 محمد عبد الشافي بيلعب في فريق الفتح اللي كان بيلاعب حسين السيد وأحمد الشيخ في مباراة الاتفاق والفتح شارك في المباراة كاملة لكن خسروا من الاتفاق 2-1 فريق الفتح موجود في المركز التاسع أما شيكبالا في فريق الرائد اتعادل صفر صفر مع فريق الشباب وشيكبالا شارك في المباراة كاملة وفريق الرائد في المركز التلاتاشر أما عمر برقات تلاعب فريق الشباب السعودي تعدلوا مع فريق الرائد وهو فريق شيكبالا وعمر برقات شارك فيه خمسة وستين دقيقة من عمر المباراة فريق الشباب موجود في المركز السابع أما صالح جمع لعب الأهل المعار للفيصالي السعودي شارك فيه المباراة وكذبه فريق التعاون اللي هو الفريق اللي بلعب له عصام الحضر وعماد متعب ومصطفى فتحي اللي هنقول برضو ان هو غاب عن قائمة الفريق وصالح جمع لعب في 89 دقيقة من المباراة وفريق الفيصالي موجود في المركز الرابع مصطفى فتحي بيغيب عن مباراة أمام الفيصالي ومؤمن زكريا طبعا شارك فيه مباراة أمس أمام القدسية وفاز الأهل 2-1 وشارك مؤمن فيه المباراة كاملة ودي يمكن أبرز الأحداث وأبرز الكواليس وأبرز الأرقام اللي كانت موجودة عن محترفين المصريين سواء في أوروبا أو في الدوريات الخليجية أكيد كانت لازم نكون تخطية موجودة في الأول ما حضركم نتكلم فيها على لعبتنا دول أمل مصري إن شاء الله مع اللعيبة اللي موجودة في دولة مصري في كاس العالم في روسيا أتمنى إن شاء الله كل التوفيق ليهم كل أسبوع يبقى معنا اللعيبة المحترفين المصريين هنتكلم على أبرز الأحداث وأبرز الأخبار ولو فيه كواليس أكيد هنعرضها على حضراتكم قبل بقى ما ننتقل إلى الدوريات العالمية والشامبينز ليج والحاجات اللي حضراتكم بتحبوها هنروح للفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة